أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإخوتي الأحباب حديثنا معكم اليوم عن الإحسان إلى الجار والإحسان إلى الجار له فضل عظيم عند الله عز وجل والمؤمن الذي يحسن إلى جاره ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل أمرنا به فقال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق الله العظيم فأوصى الله عز وجل وأمرنا بالإحسان إلى الجار في هذه الآية الكريمة فقال والجار ذي القربة والجار ذي القربة هو القريب للمؤمن من نسبه وهو مسلم فله ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والجار الجنب هذا الإنسان المسلم له حقان حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة كان في الأول لأن الأول من نسبك أما الثاني فهو مسلم ومجاور لك وأيضا حق الجوار لغير المسلم موجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار عموما ففيما أخرج الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله وأوصاه به كثيرا فقال عبد الله ما زال جبريل عن سيدنا النبي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح هنا لسيدنا عبد الله بن عمر فضل الإحسان إلى الجار والوصية بالجار يقول له من كثرة إصاء جبريل لي بالجار ظننت أن الجار سيرث من جاره بعد وفاته فهذه عظمة كبيرة للجار وحقه عند الله عز وجل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الجار من دلائل الإيمان فقال في الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه أي شروره هذا الذي يؤذي الجار والإذاء ممكن يكون بالقول وممكن يكون بالفعل أما القول مثلا كالسب والشتم واللعني أو الاتهام بغير حق فهذا ممنوع ممنوع عموما بين الناس وبالتخصيص بين الجيران لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء فالمؤمن صاحب أخلاق مع الناس جميعا لا سيما مع جيرانه ولذلك في الرواية الأخرى التي أخرجها أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره هذا دليل يعني على كمال الإيمان وفي رواية أخرى أيضا عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وفيما أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن في سننه قال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الخلق الحسن وممن يحسنون إلى جيرانهم حتى يحظوا بمحبة الله ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته